سابعاً توفيت عليها السلام في شهر رمضان ورجب وربيع وجمادة في أعيان الشيعة قال محسن الأمين توفيت الزهراء عليها الصلاة والسلام أليف في الثالث من جمادة الآخرة باء لعشر بقين من جمادة الآخرة جيم لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر دال في الحادي والعشرين مرة جب هاء لثلاث خلون من شهر رمضان ثامناً وفيات فاطمة من شهر إلى ثمانية أشهر ما بعد وفاة أبيها عليهم الصلاة والسلام أليف قالوا توفيت عليها السلام بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم بشهر ثلاثين يوماً أو تسع وعشرين يوماً نتصدى أئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام لتشخيص وتحديد تاريخ وفاة جدتهم فاطمة الطاهرة عليها الصلاة والسلام هاء إنها طقوس ومراسم مبتدعة ملازمة لبدعة بناء القبور قد جعلها أئمة الضلالة من الدين وضروراته واو قال سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن ومات هو الأنفس زاي قال اليعقوبي توفيت بعده عليهم الصلاة والسلام بثلاثين ليلة حاء ذكرت تستري عاشت بعد وفاة النبي عليهم الصلاة والسلام بشهر واحد طاء روية إنها عليها السلام توفيت بعد رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام بثمانية أشهر المهندس الصرخي الحسنية شكرا